حياكم الله من جديد انا اشرح في هذا الدرس عن طبعا حتى ابدأ بالعمل سوف اقوم ملف جديد واسمي call back الفكرة انه عاد كتابة الكود انه فاغرج على كتر فاملة اذا فاحتاج بالبداية كالعادة tk enter start tk root وكيد root.main loop اللي يحتاج الان في هذا الدرس هو symbol button وهذه البتون هي عبارة عن ttk.button واذا تنظف في الroot واذا تكون التكس الخاص بها click me اوكي click اوكي whatever click me هذه البتون بسيطة واذا هذه البتون انه تعرض في داخل الroot ماكش يجريد واذا هذه البتون لما يتم ضغط على تسلعي فاكشن معينة def واسميثال بيو click اوكي واذا اوكي 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 بهذا الشكل اوكي البيو اوكي ماكشي جديد اوكي اوكي وغط عليها يعرض لي click here جيد الآن السؤال يطرح نفسها ماذا لو كانت هاي تستغل برامتر يعني نفرض نستغل برامتر X وكانت حاسبة فيها زرار فتتوقع أنه الزر 8 يرسلك 8 7 7 7 كلها يرسلك زر وهنا تتوقع أنه هذا الـ X تريد تطبعه فتقوله format للـ X إذن الـ X متوقع أنه يرسل من هنا ينفض عثمتها هنا أرسلنا 1 الآن يتوقع أنت لما تنفذ أي شيء نعرض لك أول ما تنفذ رح يعرض لك click one ليش الآن لو جاء تضيفت مرة أخرى اضغط البتون ما رح ينفذ لك أي شيء ولا يعرض لك أي شيء الفكرة هو كالتالي لما يجي يعمل scan يصل هذا الملف يرى أنه button click في إيش يعمل يذهب يستدعي هذه الملف الفايل ينفذه يعرض لي one يطبع click one ويعيد لي هذا يعيد لي شيء هذا لا يعيد لي null فيقول لك الكومة يساوينا null فمرة ثانية لما تضغط على البتون ما رح يقضع عملك أي شيء لأن الكومة يساوينا null لأن هذه ما يعتبرها فاكشن يعتبرها call result فحال هذه المشكلة يستخدم من لمدة فحتى أنا أعمل لمدة لأعملية جدا بسيطة كلية راح تعمل لأقول أوكي لمدة نقطتين بسيط جدا بمعنى لما يصل الآن يعمل scan إلى هنا في البايثون يعمل لمدة يقول أوكي ها هناك أستعالي دالة اسمها لمدة input ما يجد أي شيء input لكن output رح يستدعي لفاكشن ثانية فالآن لما تعملها ران ما رح ينفذك click click it ولا نجد ضغط على البوتون يقول لك click it one اظهر click it one فالفكرة هنا في المدة ايش انه ما اعتبرت هذه هريزات اعتبرتها انه استدعاء لفاكشن لأنا لو تخيلت انه عندك بوتون ثانية دعنا نفترض وثالثة هاي بوتون 2 وهذه 3 و click it one نعتبرها هذي 1 هاي 2 هاي 3 فالأفضل انه سأعملها رقام وهناك العادة بالconfig نجعلهم ثلاثتهم يستدعون هذي فهو 1 2 3 ونعلم انه هذا ما ترقم فنعطيه ترقيم 1 1 فنقول لهذا 1 هذا 2 هذا 3 بما انه ثلاثتهم بيك بيك يعني واحد سوف يكون اسفل الثاني هلانا وجدت عفل تنفذت ثلاث بوتونز واحد اسفل الثاني اضغط الأول يقولها click it one لان كل ما استدعون لكن لو افترض انه هذا يستدعي اثنيا وهذا يستدعي ثلاثة ولان عدد تنفيذة مرة اخرى فلان اضغط جيجر اضغط الأول يعرض لي 1 اضغط الثاني يعرض لي 2 اضغط الثالث يعرض لي 3 فهذا ممكن تعرف انت كيفية عاملة حتى انك نهى الدرس اتمنى ان تكون فهمت واستفادت شكرا لك وفي امان الله اشتركوا في القناة